طيب أربعة يام كورة للمتعة يعني إن شاء الله بكرة الأهلي وبيرامدز الساعة تسعة بالليل ويوم الحد الأهلي وسموحها الساعة تسعة بالليل عندكم بقى كوارتر فاينل يورو جمعة وسبت يوم الجمعة هيكون طبعا أسبانيا أسبانيا اللي حظها كويس جدا أنه جات في طريقها سويسرا وتعتبر واحدة من المنتخبات السهلة نسبان وإن كانت الكورة طبعا علمتنا أنه سويسرا في موجات فرنسا قدرت تتأهل ده هيكون ساعة ستة بالليل مطش نهائي مبكر برضو وأشوف واحد من أهم المطشات ده مواجهة بيني وبين دكتور وليد مواجهة بين بلجيكا وبين إيطاليا حقيقة دكتور وليد متعاطف جدا مع إيطاليا في النسخة دي والحقيقة بتقدم مستوى أكتر من رائع مع منشيني في مواجهة بلجيكا واحد من أكتر المنتخبات يعني صاحبة الحظ الوافر في التتويج يوم السبت هيكون التشيك في مواجهة الدنمارك الساعة ستة وإنجلترا في مهمة سهلة نسبيا قدام أوكرانيا الساعة تسعة احنا متعلمناش على فكرة بعينا بنقول مهمة سهلة ومبتطلعش سهلة في الآخر اه مش حاجة سهلة ولا مضمونة لا معادش فيه مضمون قل لي كده خليني اخد بس رأيك في المواجهات دي أسبانيا سويسرا منطقيا أسبانيا بلجيكا إيطاليا إيطاليا إن شاء الله بلجيكا إن شاء الله طيب مش قادر ما تعطفش مع إيطاليا أنا ها بحبوهم بصراحة بس بلجيكا بصراحة بالنسبالي يعني بص بلجيكا أكمل منتخب في البطولة هو بغض النظر بقى كيفين دي بروين هيلحق إيدين هازارد غالبا مش هيلحق المبارادي طبعا الاتنين قوة كبيرة جدا وبيأثروا بشكل كبير في الشكل اللي جميل بلجيكا سألحقوا أو ملحقوش لا منتخب بلجيكا عنده عمق وأفراد ومنتخب متكامل وخبراته وعارفين بعض فاهمين بعض بقالهم سنين بيلعبه سوا فهو أكتر منتخب متكامل في البطولة طبعا هي تبقى مواجهة صعبة جدا بس أنا حاسس إن الدينمارك هتكامل تقدر تعملها على حساب التشيك الاتنين قريبين قوي من بعض انتعرف المباراة دي هتكون أشبه من مباراة أوكرانيا وسويد اللي هم الفرقتين متشابين في كل حاجة فهيكون صعب جدا على فريق إنه يكون ليد قوي على الفريق التاني بس أنا حاسس إن هي ماشية مع الدينمارك إنجلترا أوكرانيا أقرب طبعا إنجلترا ترجمة نانسي قنقر